يزاكم الله خير على هالكلام الجميع الله يسترع عليك يزاكم الله خير يا مرحب أبو صالح يزاكم الله خير يا مرحب أبو مشتقي غيبة أسبوعين ويشدون عنك وأنت محبوب عند الجميع من بعدك ويجعل لك محبة في كلوب الناس وهذه بشرى يعني طيبة أن الله يجعل الإنسان قبول نعم الإنسان الله عز وجل يجعل لها قبول يجعل لها محبة يجعل لها فحياك الله أبو صالح تحيون وتنظون يومكم جديد وصباحكم سعيد هذا اليوم الجديد يقول لنا يوم عليكم جديد وعلى ما تفعلون شهيد هذا يشهد ولا يعود إلى يوم القيامة ينتهي يجي يوم غيره وعلى هذه الدنيا حتى تقوم الساعة فمن توفى قامت ساعة ما في شكبه عمر الله إزاء خير وفى وكفى وجيزها الله خير ما شاء الله وابو نايف أخينا ما شاء الله تبارك الله وافي وعلومه طيبة ولها سرار طيبة ما نذاكرنا على له ولكن نقول تبارك الله يا ابو نايف ويا أبو عمر ألي يا أخواني لما يعضها القرآن ليس لهوا لو انزلنا هذا الجبل لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشع متصدع من خشية الله وتلك الأمثال نضربوها للناس لعلهم يتفكرون هذه يا أخواني مصيبة لي قلبه قوي وجامد تجيها النار بكرة وتلينة مدى منها كلام رب العالمين كلام رب العالمين كلبوا حكم يوم تدبر سبحان الله وله مثل السيف للمؤمنين وعلى الكفار وهكذا فألي ما يعضها القرآن ليس لهوا لكن تجيها النار وتلينة غصبا عليه فيا أخواني القرآن عظيم وياجب ان الوحد انه يحتسب وياجب انه تقيد مثلا بل اموره الطيبة اللي يتمكنه للخير او ما انه يبي يقوله ريا او يبي يقوله مثلا كسائر القصص لا كلام رب العالمين ما يستهزابه وياجب انك ترفع المصحف وتقدره وياجب انه شفت الناس ان الله يجزهم خير بما فيها المجلات اللي كان من اول وافرة يحطونا حذر الطعام ولا من هذا يكون عليها فيه مثلا مسميات عبد الحميد عبد القادر عبد العزيز وكذا يعني مثل ما ذكر عنها كلبها فيها ايات قرانية وتعزية ولا منه خلص اضفها وحطها بالقمامة فهذا القرآن لازم مقدر كلام يا اخواني رب العالمين ام انك يا اخ انك تهاون في كلام الله سبحانه وتعالى فان تستعد وربك يعين اللي ما يعظى القرآن ليس له وعظ فالقرآن حكيم فان تدبر القرآن وليهذك هذ الشعر الشعر يا اخواني ترى فيها امور طيبة ترى يحط على المنابر فيه مواعظ وفيه حكم عظيمة شفت فليخطي الحكم يا اخواني تراها مخطي كل شي فكن مع الله يكن معك وكن مع الصاحب ليسعمك الاخير فالقرآن يا اخواني عظيم والله انه عظيم اللي يتدبر شفت يمر من هنا ويطلع على طول يقول لك القاري وكذلك الخطيب يقول بعضهم سبحان الله لا منه تكلم يعني خطبته جميلة وحكم وخير لا منه تكلم انه من قلب علي من القلب ياصل القلب عمل من اللسان ما يتعدى لذان تمشي تمشي وتروح كم مع الله يكون معك ألا بذكر الله يتطمئن القلب نعم نعم يا اخواني إذا الإنسان ما يطمن بذكر الله وش يطمن به يطمن مشاكلها الدنيا غربيله وبلويها تدري كم من واحد أمسى ولا أصبح وكم من واحد المثل أصبح ولا أمسى فالإنسان ما يدري عن أي شيء فهو زرع الله سبحانه وتعالى في أرضه فالحكمة لله والتقادير من الحي القيوم فانت احتسب ما تدري ترى بعض الناس والله انه عرفناهم فالدنيا يا اخواني تجارب سبحان الله بعضهم الله انه يستعد ولا يذكر عنه لك الخير وبعضهم الله المستعان يولي ويروح بالذنوب ويغيص بها ما تدري يا اخي ان تصبح ولا تمسي ولا شفت والله انه عرف لك ناس انهم ادعونا ولا درانا اللهم بث اللاجات طي شباب عمره تو نشيط وتو كذلك هايضة اذا ما حفظت اللسان وحفظت القلب من الياخذ شي ترى القلب لمنه انخدش شوي من مناظر الحرام ومن مثل اليد اللي تأخذ الحرام ومثل الرجل اللي تسير للحرام لمن حفظ نفسه ترى ان شاء الله يربح وترى الله يوفق بالطريق الصحيح ويستمر حتى يأتي هاليقين ما هو اليقين هاليقين هو الموت يقول واحد يمتحن خياه يقول قال اوه اش قصصك يا فلان قال انا يعني ما مثل احد قال يرجع عليه اطمئن علمنا قال او انا اطمئن انا اكبر من الله قال والله ان هذه مصيبها بعد قال انا وش يقول قال انا اكبر من الله وان جيس من الفار واطهر من الماء واحب الفتنة وابغض شو يقول الحق 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 نعم والانسان على ما مثل على ما بداله شفت ما هو بدال كانت تبديه كذا تتعسر الناس لكن ولو هذا من ضرب الامثال يقول ان اكبر من الله وانجس من الفار واطهر من الماء واحب الفتنة وبغض الحق يعني الحق هو هو الموت نعم والفتنة هي الدنيا نعم فالانسان يكون على الخير وعلى الحق ويستقيم ويبشر بالخير والله ان خطواته محسوبت له والله ان نفاسه محسوبت له واش رايك انت عندك رصيد حالحين رصيد واجد بل مليارات بل اكثر لكن واش رايك من رصيد الانسان اللي كل يوم يصرف مليارات ما هي ملايين كل يوم حتى ان ينتهي رصيده ما هو الرصيد يا ابو نايف حسنات الرصيد اللي لك كل يوم وينقص مليارات هي انفاس قلبك كل يوم وكم تفرغ منها كم يوخذ منها كل يوم واش رايك من الرصيد اللي كل يوم يتروح منه مليارات ما يقضي اياك يقضي يوم من الايام يغلق قالوا فلانا توفى رحمة الله عليه ان شاء الله المسلمين ان شاء الله في رحمات الحي القيوم ولا يموت حدكم اللي يحسن الظن برب العالمين او ما انك تقول غفور الرحيم يغفور الرحيم تقول شديد العقاب شديد العقاب على منعصاه كم مع الله يكون معك احفظ الله يحفظك مثل صاحب مثلا الاصحاب الطيبين اللي يوجهونك الاخير ما يوجهونك لاخذ حقوق الناس والحرام وكل شيء ترك لما منك قفيت اندفعت ولا تسمعت ولا شيء ما والله انك تعلم حتى ان القلب انه ينخدش والمعروف عنده منكر والمنكر عنده معروف الله المستعان الله يرحمنا من الحي القيوم سبحانه وتعالى مطمن وعين خير وخل قلبك ابيض لا يصير في حقد وخلك يد الله مع الجماعة ومشذى شذى في النار ترى يا اخوان اللي يشهد عن طريق المسلمين وعن التحامهم وعن بعضهم ترى على خطر واش يجيك واحد ينعق ويقول الدنيا هل كت انت ليهلكت قد يكونك انت ليهلكتهم ولا هلكتهم ولا لكن كم مع الله يكون معك احفظ الله يحفظكم وطولنا عليكم يا ابو ناهي يا ابو ناهي يا ابو ناهي الله بالعكس ولا مننا ان شاء الله وصلنا القصة ان شاء الله بشروع الخير الله يسترعى جايبين لكم امور كثيرة ان شاء الله والله يسعد الجميع الله يستعدك ما شاء الله الله يجزاك خيره وصالح ان شاء الله ذكرت لي قصة كذلك تقولة يكبر من الله هنا واحدا يدعي عندناس يرفع يدينا قال اشتركوا في القناة